في كثير من الأحيان عند تعاملنا مع الأكسس نحتاج إرسال بياناتنا لمكان آخر إما كBDF أو كبيانات إكسل للتعامل معها لنشاهد كيفية إرسال المعلومات عن الجداول أو الكويري نفتح مثلاً كويري عدد الموظفين في الأقسام حسب طبيعة عملهم ثم نذهب لنافذة إكستمال ديتا التي تعاملنا معها في محاضرة الجداول لإستيراد البيانات من الإكسل هنا الآن سنتعمل معها لإرسال البيانات لدينا الخيار الأول إرسال البيانات عبر الإكسل بالنقل عليه تظهر نافذة خطوات الإرسال من الخيار الأول يعطينا مكان واسم الملف الجديد الذي سنقوم بإرساله بإمكاننا تغيير اسمه وموقعه من بروز ونختار مكان معين ونعطيه اسم آخر من هنا لحا خليه على حاله أسفل هذا الخيار يوجد خيار لنوع الملف المرسل نحن اخترنا إكسل وهو لا نستطيع تحديد نوع الملف في الإكسل اللي بده يتصدر هل هو XLSX أو XLS أو غيره الأسفل يوجد خيارات مثل Export Data with Formatting and Layout وهو لإرسال البيانات مع تنسيق الأعمدة والمدخلات في حال أردنا إرساله مع التنسيقات رح نفعل هذا الخيار بالنسبة لي رح أفعل هذا الخيار أيضا الخيار الثاني Open the destination file after the export operation is complete لفتح الملف بعد التصدير سأفعله من أجل أن أرى البيانات مباشرة بعد التصدير وأتأكد منها وأخيرا الخيار Export only the selected records في حال حددنا عدة صفوف الكوير المفتوحة رح يقوم بإرسال فقط الصفوف المحددة هذا الخيار غير مفعل الآن لأننا لم نقوم بتحديد أي صف الكوير بعد الضغط على OK فورا نفتح ملف الإكسل وبدأ أخله البيانات المصدرة نرجع للأكسز ونشوف لدينا الخيار Save Export Steps في السابق كنا نتجاهل هذا الخيار ولكن خلونا نفعله هالمرة حتى نشوف كيف يظهر نحط عليه من أجل حفظ هذه الخيارات حتى لا نقوم بنفيدها كل مرة ورح أشوفه بمكان يدعى Save Exports بضغط على الصح يتم فتح الخيارات بإمكاني أحط عنوان لهذه العملية وأحط الهواصف معين مثلا التقرير الشهري للموظفي وأيضا بإمكاني أفعل أمر مهم ضمن الأوتلوك بناء على هذه بحيث يقوم الأوتلوك بتذكيرك بهذه العملية شهرية رح أخلي كل الخيارات على حالها وأضغط على Save Export بضغط على Save Export تطلع لهذه النافذة لو عندي أكثر من أمر محفوظ رح نشوفه بها بالتحديد عليه والضغط على Run يخبرني أن هذا الملف موجود سابقا هل تريد الحفظ فوقه؟ باعتبار أن الملف نفسه رح أضغط على Yes حتى يقوم باستبداله ورح يتم عمل ملف جديد بنفس مكان واسم الملف السابق عملية الحفظ هذه بإمكاني أعملها للتقارير الدورية والشهرية بحيث بكبسة زر أستطيع حفظ هذه البيانات وإرسالها أو إذا بدي أعملها لمرة واحدة فلا أحتاج الضغط على زر حفظ الخطوات أظن هل بإمكاني أصدرها كملف تكست ولا ملف XML أو حتى PDF تضغط على PDF مثلا يقول لك مكان حفظ هذا الملف بعد تعيين مكانه واسمه نضغط على زر Publish وفورا يتم حفظ الملف ويفتح لكية وهذه هي أوامر تصدير وحفظ الملف بصياغ أخرى أجدها مفيدة جداً لو أردنا تصدير ملفات الأكسز لغير برامج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر